مشاهدين الكرام جامعة زاخو تنظم مصابقة علمية للطلبة وذلك للارتقاء بقدراتهم ومستواتهم ستكون معنا مراسلتنا من هناك نجلاء سندي أهلا نجلاء تفضلي نعم زملاء تحية طيبة مني لكم جميعا تسعى جامعة زاخو إلى تطوير قدرات الطلبة الذهنية من خلال إخراج مواهدهم العلمية والثقافية التي تنظم فيها كلية العلوم الإنسانية داخل جامعة زاخو بالتنسيق مع بقية الكليات داخل جامعة مسابقات علمية بحضور أساتذة الجامعة وعدد الطلبة وذلك لتطوير قدراتهم العلمية وخلق تنافس علم بينهم وللحديث أكثر نظم معي الدكتور صانع شيرو ليحدثنا عن تفاصيل هذه المسابقة أهلا وسهلا بكم في جامعة الزاخو في الحقيقة تعتبر هذه الفعاليات من الفعاليات المهمة التي تقام في الجامعة ضمن قسم اللغة الإنجليزية واعتبر هذه المسابقة الأولى للمهارات القراءة على هذه الطلبة حيث تم تنظيم هذه المسابقة من قبل قسم اللغة الإنجليزية في كلية العلوم الإنسانية جامعة الزاخو طبعا بالتنسيق مع رئاسة القسم حيث تم اختيار عدد من الطلبة من المراحل الأربعة وتم تيأت بعض الأسئلة المتعلقة بالمواد التي درسوها فهذه المناصبات تعتبر مناسبات مهمة لتنمية المهارات اللغوية لديهم ولخلق نوع جو من شكرا جزيلا دكتور طبعا تضمنت أيضا المسابقات القاعدة الكلمات أشار فيها على أهمية هذه المسابقات التي تعزز من قدرات الطلبة إضافة إلى تشكيل فريق ليكون في المستقبل مشاركة مع الجامعات الإقليمية والمجامعات العربية مراسلتنا نجلة سندي منزاخو شكرا للمداخلة